البطل التونسي في راسل قطوسي يتأهل لنهاية تايكوندو في أولمبيات باريس 2024 ضمن التونسي في راسل قطوسي المصنف سادسا مديلية فضية على الأقل في وزن 80 كيلو جرام في رياض التايكوندو ببلغه النهاية بالألعاب الأولمبية باريس 2024 وتغلب في راسل قطوسي في نصف النهائي بصعوبة على الأمريكي سي جي نوكلس المصنف سانيا بنتيجة 2-0 بعدما كان الأفضل على مدى الجولتين اللي انتهى بالتعادل 0-0-2-2 وبتنتظر في راسل قطوسي مواجهة أهمة جدا في الدور النهائي أمام الإيراني مهران المصنف السامن وشاب الحزر بين اللاعبين في الجولة الأولى مع محاولات عدة للأمريكي لاقتناص نقطة من فرسل قطوسي الذي كان يقزا وحاول بدوره مستفيدا من طول قمته فأنهاء المصلحته بأفضلية الأداء كلنا بنقول ألف مبروك لفراس وإن شاء الله ياخد الزهبية ويتغلب عدم نفسه الإيراني في النهائي والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر